في الحياة بنقابل ناس وناس وقالوا في المثل الناس معادن فيها الأصلي وفيها التقليد وفيها المؤذي وفيها المفيد ولأن الحياة من غير ناس ما تنداس هنقابل كل يوم نوع من الناس ناس دهب وناس تانية لها العجب ناس زي الفل بتحب الخير للكل ناس جميلة تتصاحب وناس غريبة ملهاش صاحب ناس لئيمة البعد عنها غنيمة وناس رأية من النوع الفاخر وكلها هيوصفها من الآخر دكتور عمر الليسي في كلمة وردغتها معدل النوم لأي إنسان سبع ساعات العلم والطب بيقوله كده يا أستاذ أما زمن عبد العزيز عب حق فليه رأي تاني عنده فلسفة عجيبة في النوم عنده فلسفة عجيبة في النوم خاصة بيه وحده نام كتير تعيش أكتر واشتغل قليل تتعب قليل صحتك تبقى أفضل دي فلسفة عظيمة وصلت لها يا أخ عمر بعد سنين من البحث والدراسة أيوة مش بالفكاقة كده أصدق بعد سنين الأنتخة والنوم يا بنوم بزمتك يا راجل في حد عائل يقول نام كتير تعيش أكتر أنت ما سمعتش الست مكلسوم في ربعيات الخيام وهي بتقول فما أطالوا النوم عمرا ولا قصر في الأعمار طول الصهر سمعتها يا سيد وتفتكر يعني الست مكلسوم كانت مقتنعة بالكلام ده وهل معقولة الأخ عمر الخيام اللي كتب الكلام ده من 900 سنة يمشي كلامه علينا وإحنا في الألفية التانية دينات غيرت يا أستاذ العلم تطور والأبحاث التبية بتأكد قلة النوم بتأثر العمر الأبحاث بتقول لك قلة النوم يا أخينا مش نام على طول بزمتك أنت بتنام كم ساعة يا زيزو وللصراحة وبأمانة بالأمانة والصراحة بعسل بعد الغداء وبأنتخ في وقت الفراغ بالنوم وبالليل طبعا بنام العهدي من 8 لـ 19 ساعة بتنام بالنهار وكمام الساعة 8 لعيشة لغاية 8 الصبح وده العادي بالنسبة لك دي طبعا مواهين الأيام العدية غير الويك اند بقى الواحد بيكون شكله وتعبام طول الأسبوع ولازم ياخد قصة أكبر من الراعة فأيام الأجازات ولا إيه يا أخ عمر يا سيدي طبعا أمال إن الجسدك عليك حق يا بير إنسان بيتعب في الشغل زي الساعتك وبيشتغل في اليوم بساعتين بالعافية لازم ينام ويأتح بالنهار وبالليل في الويك اند يريح أكتر ويأنتخ روح يا شيخ ربنا يكملك بعقلك ويقالل من أمثالك تالي سيادتك بتترق علي وشكلك كده مش مقتنع بكلام العلم يا أخ عمر طب إنت عارف عدد الناس اللي بيناموا أكتر من 14 ساعة في اليوم أدي إيه؟ عددهم أدي إيه يا أبو العريف؟ صدقني يا صاحبي عدد النايمين أكتر من الصحيين بكتير وروح كده أي شركة أو مصلحة بالنهار وعد بنفسك النايمين أدي إيه؟ يا راجل بطل افترة أنت بتقارن الكسالة اللي بيبشتغلوش بالنايمين أمثالك يا زيزو يا أخويا الزمن بيجري والحياة ما بتستناش حد واللي زيك خلاص مالهمش مكان خلاص يا عم عمري خلاص خلي السبع ساعات نوم بتوعك دولي ينفعوك يا زيدي وسبني دلوقتي أروح أنا البيت أريح وعسل الساعتين بطاعت دورية يا زالاب يلا تسمع على خير يا أخو أمر بزمتكم ده تقولوله إيه؟ تتصرفوا معاه إزاي؟ ابعتلنا تعليقاتكم على صفحة كلمة ورد غطاها مع عمري الليزي وأحمد صيام وحكاياتكم مع أنواع الناس اللي بيتقابلوها في حياتكم هنتكلم عنها في كلمة ورد غطاها ولغاية من التقابل تاني أسابكم في أمان الله كلمة ورد غطاها دكتور عمري الليزي الكاتب الصحفي محمد الشبه أداء الفنان أحمد صيام إخراج تامر حسني